السلام عليكم طلابي الأعزاء كيف حالكم في هاي الحصة ان شاء الله راح نحكي عن قواعد الوحدة التانية اللي هي جماعة اليوز تو والبي يوز تو وقاعدة الباست بيرفكت كنتينيوس الباست بيرفكت كنتينيوس أخدناها وين في أزمنة التنسز في الوحدة الأولى أما بالنسبة لقاعدة هاي فهي بتنقسم لقسمين قسم اسمه بي يوز تو والبي هون اختصارا لإز وآم وآر والتانية اللي هي يوز تو بدياكوا تميزوا بينهم شغلتين قاعدة البي يوز تو اللي فيها إز وآم وآر هادي بنحكي فيها عن أشياء كانت صعبة في البداية ولكنها الآن مألوفة أو اعتيادية فأنت بهمك تعرف كلمة familiar يعني مألوفة وكلمة normal أو customary يعني اعتيادية وأهم إشي كلمة normal مثلا في واحد أجعل أردن مكانش متعود على المواصلات بعدين صار متعود على المواصلات إذا بتلاحظوا هون مكتوب we've lived in the city a long time عشنا في المدينة وقت طويل so we are used to the traffic يعني هلأ we are اللي هي بي مع used to the traffic متعودين على الترافك طيب التاني بتحكي لك I didn't like getting up early but I am used to it now أنا هلأ متعود عليه أما الأخيرة she نزبط الدائرة she has lived in the UK for a year she is used to speaking English now إذا بتطلعوا يا جماعة التلات أمثلة هدار اللي حليتهم بعد الي used to اللي هي بي زائد يوزد زائد to بعديها إيش في ناون أو ما يحل محل الناون إيش يحل محل الناون يعني هون يا إما اسم اللي هو the traffic يا إما ضمير اللي هو it يا إما ing form اللي هو ناون فهاي هي قاعدتنا بتقولك بي يوزد زائد ناون وهاي بتحكي عن إشي كان صعب وصار سهل وتذكر إنه الناون ممكن يكون يا إما ناون يا إما ممكن يكون ضمير يا أما ممكن يكون ing form سهل جدا ومنطقي إن شاء الله أما القاعدة الثانية خلينا نأخذ لون تاني القاعدة الثانية بتقولك نستخدم used to وبعدها فعل لوصف عادات أو حالات كانت تحدث في الماضي ولكنها لا تحدث الآن كالشخص الذي كان يدخن ثم توقف عن التدخين خلاص بقولك I used to smoke أنت بتقول له والله طب كيف تركته دلني ايك بالطريقة هاي فالمهم يا سيد العزيز ال be used to بيجي وراها اسم أما ال used to بيجي وراها فعل مجرد وهاي معناها كان يحدث وبطل تعالوا نشوف تعرفوا الام تشتري للولاد أو عيهم my mother used to buy my clothes but now I choose my own she used to كانت a teacher but now she's retired هلأ تقاعدت I used to like cartoon films when I was younger these days I prefer action films خلاص كبر بطل يحضر بطل يحضر كارتون هلأ في عندي إيش في عندي طبعا طرق مختلفة للوزارة تسألك عن هاي القاعدة وإحنا بدنا شو نعمل بدنا نعمل على تهيئة الأمور عشان أفهم السؤال على السريع وأفهم أنماطه وأقدر أجابه السؤال الأول بقولك the underlined words in the following sentences are not used correctly مش مستخدمة بشكل صحيح مين هي the underlined words الكلمات اللي تحتيها خط شو طالب مني هو replace these words with the correct ones هلأ شوفوا الطلاب عادة يا جماعة بغلطوا شو بعملوا بروح بحط لك هاي ing وهذا الحكي غلط أنت مطلوب منك تعدل the underlined words لو أجي تكبرتها هيك أنا وأجي تقدت لك شو فيها صديقي هاد عبارة عن إيش عبارة عن فعل مجرد فأنت مطلوب منك إيش تسوي مطلوب منك إنك تعدل اللي تحته خط اللي تحته خط بقولك إذا كان فعل مجرد قبله بدنا نحل used to مش be used to هيك الحل صحيح فهيك احنا عملنا تعديل التاني بقولك if the underlined words in the following sentences are not used correctly replace those words with those words with the correct ones بقولك most jordanians used to the hot weather هاد يا جماعة الخير اسم ولكن هاد الاسم في قبله إيش في قبله صفة وفي قبله أرتكل فهون ناون الاشي اللي بيجي بعديه ناون be used to طيب شو البي تبعت الجوردينيانز are إذن بدك تعدل are يعني بكل بساطة بتصير الجملة هيك يعني شان ما نكتر حكي هيك سهل والله سهل طيب تعالوا نشوف هون rewrite the following sentences عد كتابة بقولك it's normal من الطبيعي for my friends now يعني زمان لأ to send emails طيب my friend حط لك is معنى تبنى من قولي يوزد to بعدين طبعا البي يوزدو بده ورها إيش اسم كيف ده عمل السند اسم بعملها ing بعدين بقولك الاشي اللي دائما الطلاب بنسوه بشكل طبيعي لأنه شوي لورا جاي اللي هو الادفرب now my friend is now my friend is now هون بحطوين بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي فبتصير my friend is now used to sending emails طيب طبعا إذا أجيت أنت تقولي أستاذ كيف هيك حلات أنا بدي أحكي لك باللون الأصفر it's normal for my friend my friend hey my friend now to send emails hey to sending emails my friend is now 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 normal فخلاص نحلت جملتك تعالوا نشوف اللي تحتها it's normal for my grandfather to have nothing to do all day it's normal it's normal نجرب لون تاني أحلى نجرب my grand it's not normal for my grandfather to have nothing to do all day فماعنات my grandfather is not used to having nothing to do all day هادي هيك حلها it's not normal for my father مش طبيعي هلا يعني الآن هو ليس طبيعي لأبي طيب ثلاثة it's normal for my younger brother to use his electronic dictionary on my grand my younger brother is used to using his electronic dictionary it's not normal for American people to eat steak for lunch and dinner everyday okay American people are not used to eat steak for lunch and dinner everyday day هيك بنكون غطينا طريقتين انا يا اخوان عندي مشكلة اني بحب بغطي كل الطرق سواء اجاك ضع دائرة او اجاك مش ضع دائرة هتحلع كل الطرق لانه خلال حلنا هناك بتفهم اشياء انت ما كنتش فهمها فهمتوا علي كيف هلأ هذا هو النمط الوزاري السائد الان طبعا اه دائما الانسان لما يتعلم بتعلم عن طريق الحل الحقيقي هلأ بقدر بقدر انا اجا احكيلك هون understand فهذا verb one فبتخد لي هاي لانه انا ما حكتلكم انه used to اللي وراها verb one لما بدي انفيها اكيد بدي حط didn't الدد تمنع هادا من وجوده هون فبصير فعل مجرد فبتصير didn't used to اما be used to is mr زائد used to بتصير isn't used to علي has lived in London Lebanon for a year he living living عبارة عن ing بتاخد لي فيها is mr my family and i go camping هون بدك ايش used to لا تاخد لي are used to بناء على هاي هادي يا حبيبي ما الهاش علاقة نهائيا هاي تمام ما الها علاقة انت لك بالفعل الرئيسي الاول طيب joining a gym can be very tiring at first if you doing عندي هون doing بدي احكي ايش if you aren't used to هادا هو الاشي اللي الطلاب بحكو عنو صعب هادا هو الاشي اللي الطلاب بحكو عنو صعب مانعت هون i used to بس سهل مرتب ابن حلال دعنا نحلل هذه الوزارية هذا غلط لأنه المفروض تكون ماضي ممكن مضارع وهي مضارع غلط حلي للي تحتيها أين هم مضارع أين هم ماضي هون بده مجرد هاي غلط لأن هاي ماضي أنا عندي بجرد هاي غلط لأن هم مضارع ولأن هم مضارع هاي بتضبط used to go علي the duck in the park when his father with his father when he was young لما كانوا صغار إذن هاي لا هادي يمكن علي used to feed ممكن تضبط أم لا وآر لا هذو الوزارية بخياراتهم يا أصدقائي وبأمورهم الكاملة عندي هادا we needed warm clothes when we went to London we weren't the cold weather the cold weather بدي هادا اسم بدي وراه be used to we weren't بدي أختار إيش used to ليش لأنه عندي ال-be هون و-be بدها وراها used to بكل بساطة my grand parents did not بالنسبة لا الجزء الثاني هادا عنا هون mary عفوا my grand parents didn't didn't آه بدي يجي وراها مجرد وأكيد رح يكون هون مجرد فرح أخذ هاي didn't use to ما بزبط أحط used لأنه dead بدها وراها مجرد طبعا إذا إجيتوا على المعنى برضو معناها ما كان يرسل إيميلات أصلا إنما كان بأمري راشد go swimming هاي اللي حكينا دائما من الطلاب بتخربطوا فيها وتطلعوا هون مع أنه غلط go مجرد هاي بتزبطاش not be used ما بتزبط used to used to تزبط هاي هادي used to go swimming طبعا هو هون بيحكي لك يعني ممكن يتكرر لأنه عندي واحد اتنين ثلاث اربعة وعندي ستة تمام فالأولى حكينا حلها used to والتانية used to والتالتة used to والتالتة used to الرابعة we always go to the supermarket across the street we eating هاي ing معناته إيش we are طبعا هون بدي أغير البيع على خاطري we are used to eating fresh vegetables متعودين على أكل الحضار الطازجة people people slow down I walking so fast walking برضو ing شونا نقول I am not used to walking so fast والأخير الكم وننتقل يا أحبابي إلى الفقرة اللي تحتيها السؤال when I was a student I work hard I used to work هذا أصعب كيف أنا فهمت أن I used to work لأن when I was a student كنت I get up early and study before my lectures I used to get get up I used to get up early and study before my lectures attend lectures all day and then come home to study more رقم اتنين are you فراغ live in jordan yet سار لكون بس شهرين فبتكون are you used to living in jordan yet هيك بنحل هون when I was a child my grandfather لما كنت صغير معناته used to make cakes for all of us اللي بتحلو انتو تعالوا نشوف وزاريا بحب اسألت الوزارة انا بتجنن قالك طبيعي يطبخ منصف الاردنيين بلا لك most jordanian people used to cooking منصف in the wedding party are used to cooking منصف in the wedding party are used to cook هلأ سي غلط ليش عندك بي وحط لك هون فعل مجرد are used to cook هاي كمان غلط لانه عندي are مع cook غلط use غلط اذا انا اختصرت الحل على a وعلى b هلأ بدأ اشوف هل الاردنيين لم يكونوا و هل الاردنيين لم يكونوا يطبخوا والآن بطبخوا زي هيك هذا لم يكونوا متعودين اما الان فهم متعودون على طبخ المنسف فهاي غلط الاردنيين طول عمرهم used to cooking من سف آه معناتهم الآن بعملوا هاد الاشي most most jordan most jordanian people are used to cooking من 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 الوزارة تبعا هون في الخيار الصح في غلط من الوزارة بظبطش يقولوا in the wedding party عيب هذا الغلط المفروض يقولوا used to cooking منصف in wedding parties in wedding parties لا يجوز انك تعرفه وتعمله مفرد طيب التاني بقولك ايش بقولك where did maha to school اذا عندي did بدي هون مجرد هاد لا هاد يمكن هاد يمكن هاد يمكن طيب هلا did هي سؤال used to used to لما حطناها السؤال هلا انا عندي بتها تكون ايش بتها تكون used to go فعندي هون ing بظبطش هلا هاي بتزبط ليش لانه هاي بالاصل كانت used to لما حملناها وحطناها هون الدد اخدت ال d اما هاي بتزبطش لانه اليوز بيجيش وراء ing تعالوا نشوف اخر اشي i had difficulty in driving كان عندي مشكلة في الاسواة in the past but now بس يعطيك العافية معناته i am used to driving cars well now هادي يمكن هاي غلط ليش لانه بي used to بدها وراها ing i used to drive cars لا ازا ما كان عنده difficulty i used to لا ازا ما كان عنده difficulty اذا الحل الصحيح هو الحل a يا حبيبي القلب لانه في am وفي used وفي to وفي ing هذا الحل هو الصح وان شاء الله الحصة الجاي قريبا عشان هيصارت طويلة الحصة الجاي بنزل لكم هذا ال writing باذن الله تعالى اللي هو ايش اللي هو writing report وبنرجع وبناخد هيك كما نشغلي فيه وبنتكتك الامور شكرا لكم ولا تنسى تشترك لا تنسى تدعيلي لا تنسى تعمل دعوة لاصدقائك يحضروا هاي الفيديوهات والسلام